السلام عليكم و اهلا بكم و مع درس جديد من دروس صف الاولادات في درسنا النهاردة بنتكلم على الصورة القياسية لعدد النسبي الصورة القياسية دينا بستخدمها لتحويل اي رقم كبير جدا او اي رقم صغير جدا لرقم نعرف نقراب كل سهولة برضو يعني لو جيت بسيطة عن المسافة من الارض للشمس فهتلاقي الرقم اللي بيطلع رقم كبير جدا عشان نقدر نقراف الموضوع بيكون صعب فقال لي عندي طريقة هنا اسمها الصورة القياسية نقدر نكتب بها اي رقم طيب الصورة القياسية دي بتكون في صورة ايه بيقوليني الف في عشرة او الصنون بحيث عندي ان القيمة المطلقة للعشرة دي اكبر من او تسوي الواحد واصغر من العشرة لازم يكون العدد ده اكبر من الواحد واصغر من العشرة طيب بالنسبة للنون النون دي تنتامل لمجموعة العداد الصحيح يا اما بيكون موجب يا اما بيكون سالب طيب تعال نشوف عندنا الموضوع مش ازاي بقوليني هنا اكتب على الصورة القياسية فهنلاقي عندي سبع مليار وثلتمية مليون طبعا عشان نقدر نقراف الصورة دي الموضوع بيكون رخب شوية طب هنعمل ايه قال لي الموضوع بكل بساطة اعتبر ان العدد ده قدام منك كده وحط فيه علامة عشرية بشرط تكون العلامة العشرية يكون قبل منها رقم واحد بس على الشمال فانت هتحط العلامة العشرية هنا فيبقى الرقم عندي سبعة وثلاثة من عشر لان الاصفار دي كلها على يمين العلامة مليهاش لازمة مضروبة فعشرة ازا كان الرقم اللي موجود في الاصلة اكبر من الواحد يعني الرقم ده رقم كبير مفيش فيه علامة عشرية فمعنى كده ان القسة هيكون موجب ازا كان الرقم كان فيه في الاصلة علامة عشرية فمعنى كده ان القسة هيكون سالب طيب هيكون زي هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى بتساوي عشرة قصة تسعة تاني سبعة وتلاتة من عشرة فعشرة قصة تسعة سواء الرقم اتنين كل اللي انا هعمله حط العلامة العشرية ما بين الخمسة والاتنين يبقى الرقم ده بيساوي خمسة واتنين من عشرة مضروبة فعشرة الرقم ده كان اكبر من الواحد فالقصة يكون موبة فبنا عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فعشرة قصة سبعة في سواء الرقم تلاتة بنتكلم على كسر عشرة فكل اللي انا هعمله حرك العلامة العشرية لغاية لما يبقى قابل منها رقم واحد على شمالها لا يساوي صفر يعني انا حركة كده ما بين الاربعة والستة يبقى انا عندي اربعة وستة من عشرة يبقى كده الرقم ده اكبر من الواحد واصغر من عشرة مضروبة فعشرة قصة انا كده حركتها كم حركة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة المرة ده هيبقى قصة سالب سبعة لان الرقم في الاساس كان عدد عشرة اصغر من الواحد الصحيح فاصغر من الواحد يبقى القصة عندنا سالب تاني في سؤال رقم اربعة بيقول لي عندي هنا الرقم اللي موجود قدامنا هكتب العلامة العشرية ما بين الواحد والاثنين يبقى اكتب عندي هنا واحد واثنين من عشرة مضروبة في عشرة قس سالب لان الرقم في الاساس عندي كان اصغر من الواحد تعال نشوف حرقنا دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية قس سالب تمانية نفس الكلام نقدر نحل عندنا في سؤال رقم خمسة انا حط العلامة العشرية ما بين الواحد والثلاثة ما حدش يقول انا حطه ما بين الثلاثة والخمسة انا عاوز قبل العلامة العشرية يكون رقم واحد بس على الشمال فيبقى واحد وخمسة وثلاثين من ماية مضروبة في عشرة قس سالب ليه سالب لان الرقم ده في الاساس كان عدد عشري هنشوف حرقنا دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فعشرة قس سالب سبعة طب الصورة اللي موجودة قدامنا دي خانة ستة وخمسين فعشرة قس سبعة مشكلتها كلها في الستة وخمسين احنا اتفقنا ان القيمة المطلقة للالف لازم تكون اكبر من قس سور واحد واصغر من العشرة طب ما انا عندي هنا الستة وخمسين دي اكبر من عشرة ماينفعش يبقى لازم نكتبها لازم اكتب علامة عشرية ما بين الخمسة والستة فبتكون خمسة وستة من عشرة في ايه انا حركت العلامة العشرية الرقم واحد بس فبقيت عشرة قس واحد مضروبة في عشرة قس سبعة زي ما هي يعني معنا كده الناتج بيسوي خمسة وستة من عشرة في عشرة قس تمانية تاني انا عملت ايه انا عندي هنا حطت العلامة العشرية بعد رقم واحد فعشان كده كتبتها في عشرة قس واحد يبقى انا عندي هنا خمسة وستة من عشرة في عشرة قس واحد دي كلها اللي هي ستة وخمسين وكتبت العشرة قس سبعة زي ما هي بعد كده الاساس بيسوي الاساس كتبته زي ما هو وجمعت الاساس تاني بنفس الطريقة انا عندي هنا سؤال رقم سبعة خمسة وعشرين في عشرة قس خمسة الخمسة وعشرين دي الواحدها اللي هي هتكتب اتنين وخمسة من عشرة في عشرة طالما انحركت علامة عشرية واحدة لان حركت العلامة هنا ما بين الاتنين والخمسة فبقيت عشرة قس واحد مضروبة في عشرة قس خمسة يبقى انا عندي هنا بكتب اللي اتنين ونص زي ما هي في 10 أس 1 مضروبة في 10 أس 5 اللي هي 10 أس 6 345 من ألف في 10 أس سلب 5 نفس الكلام أنا حرك العلامة العشرية حركة واحدة ناحية اليمين فبيكون 3 و 45 مضروبة في 10 طالما أنا حركتها حركة واحدة بس يبقى أس سلب 1 الدول كده مع بعض اللي هو الكسر العشر مضروبة في 10 أس سلب 5 يبقى الناتج عندي 3 و 45 من 100 مضروبة في 10 أس سلب 6 في السؤال اللي موجود قدامنا بيقول لنا 6 و 6 من 10 في 10 أس 8 مضروبة في 2 أس 3 في 10 أس 3 عشان ندرب السؤال دينا كل اللي هعمله هضرب الرقم مع الرقم والعشر عندنا هنا مع العشر فهيبقى عندنا 6 و 6 من 10 مضروبة في 3 أس 2 دولوا أحدهم مضروبين في 10 أس 8 في 10 أس 3 باستخدام الألحاس بقوله 6 و 6 من 10 مضروبة في 2 أس 3 طلع الناتج عندي هنا 52 و 8 من 10 يبقى أنا أول حاجة عندي ده بيساوي 52 و 8 من 10 مضروبة 10 وهنا 10 بكتب الأساس زي ما هو 8 زي 3 بتساوي 11 أنا عندي اللي 52 دي أكبر من الواحد يبقى أنا محتاجة حرك العلامة العشرية حركة واحدة في بين 5 و 28 طالما حركتها حركة واحدة يبقى أنا كأيني هضرب في 10 أس 1 دولوا وحيدهم كده اللي هم 52 و 8 من 10 مضروبة في 10 أس 11 يبقى الناتج 5 و 28 مضروبة في 10 أس 10 تاني سؤال رقم 10 الموضوع المرة دي مختلف في اسمه يبقى أنا عندي هنا 4 و 8 من 10 في 10 أس 11 على 1 و 6 من 10 في 10 أس 5 يبقى أنا الأول هاسم 4 و 8 من 10 على 1 و 6 من 10 مضروبة في 10 أس 11 على 10 أس 5 يبقى الناتج بيساوي 4 و 8 من 10 على 1 و 6 من 10 الناتج بيساوي 3 مضروبة 10 والس 11 على 10 والسالب 5 الأساس بيساوي الأساس كتبته زي ما هو 11 مع السالب 5 بيساوي 16 الألف هنا أكبر من 1 وأصغر من 10 يبقى أنا كده كتبت العدد في الصورة القياسية سؤال رقم 11 بالنفس الطريقة أنا أول حاجة هحول العدد ده الصورة القياسية الأول فأنا عندي هنا 1 2 3 4 5 لأنه حط العلامة العشرية هنا فبقى 2 مضروب في 10 أس 5 ده الواحد مضروب في 6 1 2 3 4 في 10 أس 4 يبقى الناتج دلوقتي يبقى عندي 2 في 6 بـ 12 مضروب في 10 أس 5 و 10 أس 4 لأيه 10 أس 9 طب ما أنا عندي الـ 12 دي مش صورة قياسية لأنها أكبر من 10 فبنكتبها 1 و 2 من 10 مضروبة أنا حركت العلامة العشرية بعد رقم 1 يبقى 10 أس 1 مضروب في 10 أس 9 يبقى الناتج عندي بيساوي 1 و 2 من 10 في 10 أس 10 بنفس الطريقة نقدر نحلسه الرقم 12 هكتب عندي هنا العلامة العشرية ما بين الـ 1 و 5 يبقى 1 و 5 من 10 مضروبة 1 2 3 4 5 في 10 أس 5 الرقم ده عشان كان أكبر من الـ 1 فالأس كان موجود إنما الرقم ده أصغر من 1 فهنا نحط العلامة العشرية بعد الـ 5 يبقى 5 مضروبة فيه 1 2 3 10 بس المرة ده أس 3 أس 3 لأن عندي العدد ده كان أصغر من الـ 1 1 و 5 من 10 مضروب في 5 بيساوي 7 و 5 من 10 مضروبة في 10 5 زائد سالب 3 بيساوي موجود 2 يبقى الناتج عندي 7 و 5 من 10 في 10 أس 2 هي دي الفكرة الأسية للصورة القاسية إن العدد اللي نضربه في 10 أس سنون لازم يكون أكبر من أو يساوي الـ 1 وأصغر من العشر وبكي نكون انتهينا من درس النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته